ضمن حلقة في مسلسل التغيير الديمغرافي يتعرض سكان حزام بغداد بين الفيينة والأخرى لحملات من الاعتقال والقتل والتهجير للضغط عليهم لترك منازلهم لإتمام مخطط تغيير التركيبة السكانية لتلك المناطق ميليشيا نجباء قصفت عشوائيا منطقتين المشاهدة ولبساتين في الطارمية شمالي بغداد بعد التعرض عناصرها لهجوم من جهة مجهولة لتبدأ حملة التحريض التي تتبناها ميليشيات مسلحة وجهات سياسية موالية لإيران ضد سكان الطارمية القصف العشوائي الذي خلف العديد من القتلى والجرحى بين المدنيين كان استعدادا لاقتحام المدينة وتنفيذ عقاب جماعي من خلال القتل والاعتقال وممارسة شتى أنواع الانتهاكات بحق الأبرياء الذين يدفعون الثمن دون إلقاء القبض على المتورطين الحقيقيين في الهجوم تصر الميليشيات الإرهابية على استهداف قضاء الطارمية وحزام بغداد بشكل عام وتهجير أهله منه على مرأة ومسمع من العالم كله مع تجاهل عربي ودولي لجرائم التهجير القسري المتكررة في العراق في ظل صمت مطبق ومخزن من الأحزاب والسياسيين الذين يدعون تمثيل المدن المنكوبة وفقا لهيئة علماء المسلمين في العراق فيما أكد الميثاق الوطني العراقي أن استهداف قضاء الطارمية وتكرار مشاهد افتعال الأزمات فيها بحجة الأوضاع الأمنية هو غطاء لتنفيذ مشروع إيراني يقضي بتهجير مناطق حزام بغداد أما المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب فقد اتهم الميليشيات بمحاولة تكرار سيناريو ناحية جرف الصخر شمالي بابل في منطقة الطارمية عبر العمليات المسلحة التي تقوم بها والانتهاكات المستمرة ضد أهالي القضاء مؤكدا أن الميليشيات اعتقلت أكثر من مئتي مدني وفجرت أكثر من خمسة منازل تعود للمواطنين الأياد الآثمة المجرمة متزال مستمرة في غدرها وخيانتها واستهداف الأبرياء وإرهابهم بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي أكدت أن عناصر ميليشي العصائب الإرهابية اختطفت سبعة أشخاص من عشيرة الجنابيين في منطقة الحامية في ناحية جرف الصخر المهجر أهلها منذ أكثر من ست سنوات وقامت بتعذيبهم ما أدى إلى وفاة أحدهم من شدة التعذيب ومع كل خرق أمني يجري في الطارمية تتصاعد الأصوات الطائفية بتعميم أنموذج جرف الصخر منزوعة السكان على الطارمية ما يضع علامات استفهام كبيرة عن الهدف ومن المستفيد من هذه العمليات في ظل استمرار مسلسل الانتهاكات الصارخة بحق العراقيين وتغول الميليشيات الطائفية برعاية إيران وأحزابها المتنفذة ترجمة نانسي قنقر